السلام عليكم يا شباب. ازايكم يا رب تكونوا بخير. الصوت واضح والصورة واضحة. من نوارين في رحلتنا رحلة انا تكون محمد الفتاح. ودرس بساعدة بالاطفال وحديث الولادة. ونصق الحضانات في مستشفى الجابري ومستشفى الجيزة ومركز السنابل الطبي. واستشاري دولي جودة الرعاية الصحية وكمان استشاري قلب اطفال جامعة القاهرة. من راحة بكم في حلقتنا النهاردة. ويا رب تكونوا كلكم مستفدين معنا في الحلقات اللي فاتت. والحلقات اللي جاية ان شاء الله. احنا مع بعض نكملين في رحلة البيدياتر الكارديولوجي ويل. وزي ما كنا اتفقنا في اول محاضرة خالصة ان احنا عندنا تلاتة موديولز. الموديول الاولاني هو الموديول التاني هو سواء بيكيو او نيكيو. والموديول التالت هو اللي هو الحاجات المتعلقة بالبيدياتريك كاردياك اي سيو مخصوص. سواء بري اوبرتف او بوست اوبرتف. ان شاء الله. ان شاء الله اتكلمنا احنا همكملين على الرحلة بتاعتنا احنا اتكلمنا على المواضيع الاولانية بتاعتنا كانت متعلقة بالاميرجنسي كلها. تكلمنا على كلمنا على وتكلمنا على واحنا النهاردة على موعد بالحاجات ولكنها مش بنفس قيمة اللي بتبقى موجود بيها تصفر اللي باللون الاحمر ده. احنا نتكلم على الحاجات اللي تحت السنكوب والشست بين والبرزيستن فيفر اللي مش متفسرة والتايت شست وهنا نتكلم على الهايبرتنش. النهاردة عندنا جزء خفيف محاضرة صغيرة. هنتكلم فيها عن موضوع من المواضيع الخمسة دول. نتكلم على الشست بين. احنا الآثر سيمتوم زي ما قلنا هو الشست بين والسنكوب والطايت شست والفيفر اللي مش متفسرة. احنا النهاردة هنتكلم على الشست بين. والشست بين عايزين بقى عارفين ان هو هنتكلم فيه في تلات مواضيع. اسبابه سواء الكاردياك او اللي مش كاردياك. ازاي نتعامل معاه. اول ما هنبدأ هنتكلم على الكوزس. والكوزس بتاعتنا حاجات كاردياك وتتمثل واحد في المية. وحاجات نان كاردياك ودي تمثل تقريبا تسعة تسعين في المية. عشان كده اللي هيجيه لك في الاطفال حاجات النان كاردياك هي الاكتر. واللي هتشوفها كتير. طبعا علشان تبقى عارف الاسباب بتاعت شست بين. لازم تبقى عارف اناتون. كل الحتة دي. كل الاسهم دي. اي مشاكل فيها هتعمل لك شست بين. شست بين بيحصل مع الحاجات تاعت الجاي تي. اصوفيجس وسطمك. والليفر كمان. وبيحصل مع حاجات اللونج والريبس والمسلز. بيحصل مع العظم سواء الرضلوع او الستيرنم. بيحصل مع البلورة او البريتونيوم. بيحصل مع الكولون. بيحصل مع البلدر. بيحصل مع الليفر. اي حاجة من دول وطبعا اي سيروزايتس هتعمل لي شست بين. وبالتالي شست بين حاجة مش رير. وفي نفس الوقت هي حاجة مش في الضرورة انها تكون كاردياك. بس تخلي بالك ان انت تستبعد الكاردياك كونديشن قوي. اول حاجة وانت بتتعامل مع الشست بين احنا عندنا فيه حاجات لايف ثريتنينج. طبعا الصورة دي هي متجابة من الادلت ولكن حاجات كتير قوي بتتشابه مع الاطفال. اهمهم التنشان نيموثوركس. اورتك في العيان اللي تلاقيه شبه المارفان. ده مهم جدا 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 جدا. طبعا معهم بقى الاكيوت كورونايس سندروم اللي هو هنا في الادلت بيسمى الاكيوت او الانجينا. في ازباب تانية بقى اللي هي الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليه. حاجات في حاجات في حاجات زي ما قلنا مشاكل في البونز مشاكل في اللانج نفسها. نومونيا. برونكايتس. آآ عندنا كمان الامبييمة. الحاجات اللي بره زي الجي اي تي في الجيرد والرفلوكس يعني وإيه البيبتيك آلسر. وكوليسيستايتس والهيباطايتس والبيريهيباطايتس. وكمان حاجات بقى زي والسيكل سيل كرايسيز. والسيكل سيل كرايسيز دي حاجة انت لازم تكسكرود مع اللي هي عندنا في الاطفال. ما ننساش الهيربس زوستر. الهيربس زوستر مهم جدا 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 في اسباب الشيست بين. لو بصنا على النسب هتلاقي ان حاجات المسكورسكريتر هي الموست كومن وتمثل نسبة عالية جدا 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 من الشيست بين. مشمور جدا عندنا الكوستو كوندريتس. التيدس سندروم. التيدس سندروم ده بيبقى عبارة عن مشكلة في النيورونز. بتعمل زي كولكاعة كده موجودة عند دي مشكلة بتحصل عند الدلوع العائمة. لو فاكرين الدلوع العائمة حد فاكرها هي ايه? بشهر واتناشرة. بالزبط كده. اخر ضعين. بيحصل فيهم الحاجة اي مشكلة تحصل فيهم لقى ان البناء ادم لما يجي يوطي او يجي يعمل حركة لولبية يبدأ طبعا اللي بنشوفه كتير بقى هو اي عيان بيكوح هيبقى عنده اي عيان عنده او برونكايتس او برونكايتس او دي حاجات مهمة. لازم تستبعد الهيربز زوستر لان في الاطفال بالزيد في الاطفال الكبيرة شوية. وبرضه لازم تستبعد لما يبقى عندك تدور علي. في حاجة تانية بيكوحة والعيان اللي عنده مشاكل في التنفس دي بردو مضمن الاسباب. يهمنا بقى ان انت ازاي توصل لكل واحد. يعني ازاي انت تفكر في كل واحد احسن. طبعا الكاردية عندنا بقى كل الحاجات اللي تعملي. آآ في الهارت. بريكاردائتس ومايوكاردائتس وإندوكاردائتس ديف عليهم كمان العيان اللي عنده إسكيميا وكمان العيانين اللي عندهم والعيان اللي عنده إسكيميك هارت ديزيز سواء بقى هايبرتروفك كارديوميوباثي عيان عنده كوروناري آرتري ديزيز عيان عنده أورتكستينوزس عيان عنده الفي او تي الحاجات دي لو احنا هننشوف الأكترية في كل دول هو الميترافاف برولابس والبريكاردائتس دول أكتر حاجات تعمل الشيست بين في الهارت وبالرغم من كده هم أكتر حاجات نون افكتف مبتعملش أي حاجة على الهيمو ديناميكس الحمد لله على العيانين طبعا أخهم هم حاجات الإسكيميا والأسباب بتاعت الكورونا الإسكيميا حاجات كتير لا دعا لنخط في تفاصيلها ولكن أشهرها هو أن العيان يكون عنده مشكلة في الكوروناري أو مشكلة في ال اللي هو يعني هنا اتكلمنا على الأسباب اتكلم بقى دلوقتي على ازاي توصل لكل واحد توصل له كلينيكال ازاي طبعا الناس كتير أنا مشوف عيان عن اجري يلا عمل لي طوالي لا مش صح كده لازم تدور على شوية كده انا ممكن تعمله للطمقنينة ولكن مش تعمل عشان يشخص لو احنا بقى مشينا على حاجات لو العيان عنده على كزا نقطة في ده يبقى وده العيان ده علاجه هو ايه انه ياخد مسكنات بينما العيان كان عنده بين وحاجة كده فيها كل كعة بتوجعه بتكهربه بمعنى اصح عنده ده بينما لو كان الوجع ده بيزيد مع حركة معينة بالذات بقى مع حركة البنات لو بتيجي السرح شعرها او حركة الولد لما يجي يجيب حاجة من ورا ظهره او برضو البناته هي بتقفل السستة الحاجات دي دي بتحصل مع وبرضو العلاج بتاع التلاتة دول هو مسكنات البركورد الكاتش بقى ده بيبقى واجع زي ما قلنا بيحصل تحت وبيحصل مع حركات معينة وبيحصل مع الجيب ده ملوش علاج بيروح يوحده طبعا العيانين بقى اللي هما بيبقى معاهم ويزس وديزنيا نفكر في الازمة العيان اللي عنده حرقان في صدره الوجع بيزيد مع الاكل ده مفكر في حاجات الجاي تيه اما بقى العيان اللي جاي متكحول مرة واحدة العيان لو حش مرة واحدة صدن شست بيم تفكر في النيموثوكس عيان طبعا الازمة تتأكد بتشخيصهم عن طريق انك تعمل بالمونري فونكشون تيست او انك تعمل او لو العيان جاي بشست بيم ومانيفستيشن بتاعت ويزس تفكر نك تعمل برونكو دوليتر العام بتاع رفلاكس الامور هتتحسن لما تدي له رفلاكس تريتمنت وممكن تشخصه ان انت تعمل حاجة اسمها بيتش منومتري بينما العيان اللي عنده نورثوركس سواءنا هتبان بالاكس راكس انت ممكن تدي مصر وليس آآ اورل هي نسعتها هيحدد من المشاكل شوي طيب ادي كده قلنا الاسباب اللي هي تمثل اسباب الكومون في حاجات بقى اللي هو العيان اللي عنده وده بيحصل مع النفس الكتير والعيان ده خلينا ما ننساش احنا سيبانا لوحدها اللي هي مهم جدا 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 واياك تنساه لاناس كتير بتنساه عيان عنده بنفول فيزيكي للراش والبين ممكن يحصل قبل الراش ده يخليك تفكر في الهيربش زوستر اللي هو الحزام الناري حاجات بقى الهارت انا عندنا الهارت يا بيريكرا دايتس يا اريثميا يا اوبستراكشن الفي او تي اوبستراكشن يا اسكيميا طبعا يعني الوجع بتاع الاسكيميا كلنا حافظينه اللي هو السنتر كراشنج بين اللي بيقى موجود في الناحية الشمال او في نص الهارت ومسمع في الارم والجوب وطبعا ممكن يبقى معايا فيجل استيميليشن فتلاقي العيان بيعرق وبيرجع وممكن يجيلو سينكوب العيانين بقى اللي عندهم ابستراكتف ديزيز زي الهوكم اللي هو الهايبرتروفيك بستراكتف كاردوميوباثي او الاورتك السينوزس الناس دي بيبقى معاهم سينكوبا الاتاك وطبعا تلاتين دول الهوكم والاورتك السينوزس بيبقى معاهم سبيسيفيك ميرمر يا ترى ايه هو الميرمر ده قد يعرف ايه الميرمر اللي هيكون مع الاورتك السينوزس حلو بس ملوش عالي كريتيريا تاني بيسمع في حتة بيزيد مع حاجة جميل وبيزيد بحاجة لا الكريتيريا تا كريتيريا مش الاورتك آآ منيش الاورتك السينوزس بزرعته كده هو بيسمع لينك بزرعته الكاروتد ده هتلاقيه موجود في الاورتك السينوزس الهوكم هيبقى نفس الميرومر ولكنه مش هيسمع بالقوة اللي بيسمع بيها الاورتك السينوزس الهوكم بيبقى قبل الفالف بينما الاورتك السينوزس ده بيبقى عند الفالف نفسه في الاورتك السينوزس على فكرة يعني لو هنتكلم بقى بتفاصيل مور تشريح اكتر الاورتك السينوزس لما يبقى سب فالفلر هو بيسموها هو الجزء بتاع الهوكم ده لنما والسوبرا هو اللي بيعمل لي الاسوات اللي احنا قلناه. الهوكم بقى ده بيزيد مع العيان لما يلين الصوت بيزيد اكتر. كريشندو ده مفروض يبقى مع الدياستوليك. يعني ده هو اصلا كريشندو دي كريشندو عن الصوت مسموع اغلب الوقت. بالنسبة بقى لو كان العيان عنده شارب بين وبيزيد لما العيان يوطي لقدام نفكر جدا فين العيان ده يكون عنده ولما العيان يكون عنده اه مع ممكن نفكر في الارثمين. طبعا احنا بقى لما يكون العيان عنده غريبة السماعة فيها شيء مريب. العيان عنده لمشاكل في القلب. لا انت لازم تدور تعملي ممكن تعملي ممكن تعملي بتاعة الاسكيميا. بنفعش ان انت يبقى فيه تاريخ كده. ما متفكرش فيه. بالزاد بقى لو انت عندك تاريخ لحد في العيلة مات وهو صغير. مات في التلاتينات في اواخر العشرينات مات في الاربعينات اي حد مات تحت سنة الخمسة وخمسين ده بيعبر عنه انه مات بادري. ما يعبرش انه هو مات اه متأخر. بالزاد بقى لو كزا حد عنده المشكلة دي. او حد يعني ما كانش تعبانه مات. الكلام ده لما بتشوفه لازم تفكر فيه بالزاد المتعلقة بالكوروناري والاورطة. بنيجي بقى للجزء اللي يهمنا. انت عيان جايلك بشست بين. اول حاجة اتفكر فيها العيان ده سخن ولا لأ? عنده كريبيتيشن ولا لأ? هتفكر بالنسبة كبيرة لو بقيت الكلام ده تعمل شست اكس راي. علشان نشوف العيان ده عنده نومونيا ولا لأ? مفيش الكلام ده. نشوف الهيستوري بتاعنا ماشي مع نعمل اس جي ونفكر ان انت تعمله ايكو? لقيت ان العيان عنده حرقان بيزدمه على الاكل. هفكر في فيه 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 واجع بيزدمه على المانوفرز او الموفمينت نفكر في سواء حاجات في المصل او حاجات في الريب او في لو لقينا ان انت الموضوع ده بيزيد مع النفس بيزيد مع الاموشنز والكلام ده نفكر انه يكون حاجة اسمها ده اللي تهمنا امتى تطلب الكارديولوجي? لو العيان عنده متماشي حاجات الكارديولوجي زي ما قلنا او مع او مع او مع انا وحش او ان انت بالسماعة سامع صوت مش لطيف ومش اي صوت لأ صوت انت زي ما قلنا بالذات لازم يفكر كده ازا كان البنى ادم ده رياضي والموضوع بيزيد بعنف مع الرياضة. ساعتها هنا هتفكر ان العيان ده يكون عنده مشكلة. والعنف ده ينفرمه في ايه? انه يليمت الاكسرسايز اللي البنى ادم متعود عليه. الصورة دي بقى مهمة. هي فيها نفس الكلام تقريبا ولكن هنشتغل بتفاصيل اكتر. لو العيان عنده لازم تفكر ان انت تعمل له وتعمل له وتعمل له اي سي جي وشست اكس راي. لو لقيت ان العيان ده شاكك تعمل دي دايمر وسي تبال من ري انجيو. بالذات لو كان العيان اكس راي بتاعته فيها مشكلة. انما لو العيان ما عندهش الكلام ده وشكين ان هو عنده حاجة جي اي تي عن طريق الهارت بيرن ومشاكل انها بتزيد مع الاكل. هنفكر ان انت تعمل له منظار او تعمل له اشعة بالسبغة. وبعد كده ممكن تعمل له بي بي اي كا دي اجنوستيك ثرابيوتيك دست. والموضوع لو البين ده بيزيد مع الحركة زي ما قلنا بذات المانوورز المعينة ايد والضهر ايد فوق الرقبة حركات الورك اوت دي لو بيزيد معها البين فكر في حاجات هنا بقى للي حبب تفاصيل اكتر واكتر واكتر. دي معناها ده هو العيان اللي عمل اي كو. فدي بنحدد بيها الدنيا ماشية ازاي. طبعا احنا لوقا العيان ما عندوش اي مشاكل احنا هنا بناخد نفسنا وشعاتها بنبدأ نفكر بقى هو العيان ده ولا العيان ده ولا العيان ده ولا العيان ده عنده حاجة أو اللي يكون العيان ده عنده زي بينما العيان بقى اللي همنا وهو ده صلوب الموضوع لهو العيان كارديك شايفين ان هو حاجات كارديك زي ما قلنا بنعدها مرة اتنين وتلاتة في اي ساينز او سمتومز من الكارديك ديس اردر بزات البين يكون عندنا كراشنج سنترل بيسمع في حتة من الجسم ملاش علاقة بالهارت وانه بيزيد مع المجهود وانه بيلمت المجهود هنا تفكر ان يكون كارديك شايفين ساعتها بنعمل اس جي ممكن كمان تعمل الايكو والكارديك انزيمز اليو سي جي قلنا الايكو هو دي تشار بيها الايكو النقطة اللي بعد كده لو لقيت ان العيان مشكلته بس اي سي جي بس العيان ممكن تعمل له كارديك انزيمز عشان تشوف اذا كان هو عنده اس كيميا هو ده لأ لو لقيت ان العيان ما عندوش مشكلة في الاي سي جي لو لقيت ان العيان عندو مشكلة في الاي سي جي بس بنعمل كارديك انزيمز وساعتها بتقدر تحدد الدنيا مش هزي انما لو لقيت ان العيان الاي سي جي بتاعه نورمل فالايكو كمان نورمل ايبقى العيان ده لانه نعملوش حياته خالص في الناس كاردياك واسا installment ده لقيت ان العيان الايكو بتاعه وحش والاي سي جي وحش لازم تشوف العيان ده عامل ازاي والله لقيت ان العيان ده الايكو بتاعه من بيان لك انه في مشكلة في يبقى ده العيان ده ماشي بسيجا تسي كيميا فانت لازم تعمله بيناما لقيت ان الايكو مفقوش حاجة العيان ده محتاج المتابعة. وطبعا لو كان الايكو سليم والأي سي جي سليم انت العين ده محتاج متابعة عن قرب فقط. احنا قلنا كده في الاسباب وقلنا الابروتش. يتبقى لي ان انا اقول الريد فلايجز. الريد فلايجز ان يكون عندنا هستوري كونجيرتل هارت ديزيز بالرغب انه هو مش فاكتور لوحده. بس لما يكون معانا كونجيرتل هارت ديزيز وشيست بين. الموضوع ده يسترع الانتباه ويسترع المتابعة من الكارديروجيست اللي بيتابع معاه الطفل ده. لو العيان عنده او لو كان بقى العيان عنده فامل هستوري ليه? او ان العيان عندنا في حد عنده مشكلة في القلب او حد عنده اريثمياز. واشهر اريثمياز اللي كلامنا عنها الحلقة اللي فاتت هي لو طفل ماشي على ادوية قلب سواء ادوية ضغط او ادوية اريثمياز وجاله شست بين بمشكلة. العيان اللي هو عنده مشاكل في الكونيكتف تيشو سواء اوتوميون او كونجينيتل. اوتوميون زي اللوبس او كونجينيتل زي المرفان. الاتنين دول لازم نفكر فيهم. الرياضيين اللي بيشتكوا من وهو مش لازم نفكر في النيديا ريت فلاج. بالذات لو الوجع بييجي في نص التمرينة وبيخلي الطفل ما يعرفش يعمل التمرينة. الحاجة التانية طبعا ده يعني مش عندنا الكوكاين والامفيتامين استخدامهم بيعمل شست بين. دول من المشهورين جدا انها بتعمل. فسهل جدا انها بتعملك ملخص الكلام النهارده. الاسيدوزز تعمل مش اه كومون قوي. الا لو السبب بتاعها يعمل يعني مثلا المشاكل اللي هي بتاعت الانجينا والبيوكارديال بتعمل اسيدوزز. وفي نفسه هتعمل لي لكن اسيدوز برسي يعمل لي لا ما بتحصلش. ملخص الكلام النهارده ان احنا العيان اللي عنده شست بين اول حاجة لازم تستبعدها الحاجة الكريتكال جدا 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 اللي هي التنشان نيماثوركس. بالذات لو كان الطفل كبير شوية. اللي طفل كبير شوية ممكن يستحمل ويجي لك شست بينه ذات اللي على التنشان نيماثوركس. بعدها على طول انت لازم تشوف العيان ده نعمل له اي سي جي وشست اكس راي. شست اكس راي هتبين لك اذا كان العيان ده عنده نيمونيا يوماثوركس في اوله او العيان يكون عنده اي ايرليك او كمان ان العيان ده يكون ضغطه عالي وهو بقى عنده تاريخ مرضي للضغط العالي ان هو يكون في اورتك ديسكشن. الاسي جي دوره انه يبين لك اذا كان العيان ده عنده استي سيجمنت اليفيشن ولا لأ? والاستي سيجمنت اليفيشن هنا دورها مهم. لو العيان كان عنده استي سيجمنت اليفيشن في كل الليدز تفكر في البريكاردايتس. بينما لو لاتها في الليد او اتنين او تلاتة اللي هم بيسموها الكنتاجيوس ليز او الريسيبركال ليز. ده تفكر على طول في الكاردياك اسكيميا. والحيطة دي كانت معنا ان شاء الله نعمل محاضرة الاسي جي وطبعا لما تلاقي ان العيان عنده استي سيجمنت اليفيشن لازم قولا واحدا نعمل كاردياك انزايمز ولا من خلال تشوف اذا كان العيان ده عنده اسكيميا وممكن كمان تحدد اذا كان العيان ده عنده بلمونر ايمبوليزم ولا لأ. الحاجة اللي بعد كده بعد كل ده ما تزمله لازم بقى طبعا لو كل ده طالع نيجاتف بالنسبة كبيرة انت في امور هادية. انت كده استبعت تسعين في المية من الكريتكال يتفضلك بقى انك تشوف ايه تشوف بالإجزامينيشن بقى الحاجات اللي متبقية. اذا كان العيان ده عنده برونكايتس اذا كان العيان ده عنده بلوريزي اذا كان العيان ده عنده مشكلة في الميدياستاينام زي التراكية الدزيزس او ان العيان يكون عنده رفلاكس او ان العيان يكون عنده كورستوكندرايتس لو احنا برا او ان يكون عنده هيربززستر او ان يكون في عنده مشاكل في الظهر او في الضلوع. لو انت مشيت بالترتيبة دي انت كده حلقت على كل اسباب الشست بين. اسمع اسئلتكم فيما يتعلق بالشست بين. سؤال ده سؤال جميل جدا جدا جدا. يا دكتورة ميادة. ايه اسباب الانجاينا في سؤال جميل جدا جدا جدا. اول حاجة. العينين دول. الاسباب اللي تعمل لي انجاينا هي حاجات متعلقة بالكوروناري وحاجات متعلقة بالمصل نفسها. الحاجات اللي متعلقة بالكوروناري يقام تكون حاجات كونجينتل يقام تكون حاجات اكواية. الحاجات الكونجينتل ان العين يكون عنده ابرونت كوروناري ارجي. بيسموها سندروم اسمه القابة. ابرونت ليفت كوروناري ارتري فروم بلموناري ارتري. بيطلع الكوروناري من اماكن غريبة على رأسها البلموناري ارتري. حاجات كتير بقى بس هو اشهرهم الالكاب. حاجات تانية اا اكوايرت بقى اشهرهم زي ما انت كاتبه كده الكوازاكي. ده من ضمن الحاجات اللي تعمل لي مش بس كده. كمان اي فسكوليتس غير الكوازاكي يتعمل كده. الحاجات التانية اللي هي تعمل تعمل لي انجينا. ان العيان يكون عنده هايبر كولستيروليميا مسلا. ده يعمل لي انجينا. واستخدام الكوكايين والانفيتامين بيعمل كوروناري فازو كونستريكشن. واكيد العيان اللي عنده ثرومبوفيليا سهل جدا ان يحصل له كوروناري اكلوجين. وده يعمل لي اسكيميا. النقطة التانية ان العيان اللي يكون عنده مشكلة في المايوكارديا بنفسه. المايوكارديايتس ممكن تعمل لي اسكيميا. والكارديو ميوباثي اللي هو الهايبر تروفيك كارديو ميوباثي. يعمل لي اسكيميا. وان العيان اللي يكون عنده نوع من انواع الاخباطة كده في الكوروناري. ان هو المصل بتعمل زي تاج كده بتتفلق اتنين والكوروناري يتحشر في النص. زي كده اللي بيقرأ جي اي تي. بيحصل فيها نفس الكلام في الكوروناري فالكوروناري بيتضغط فالعيان يبع عنده اسكيميا. فدي اسباب الانجينا اللي بتعمل بتحصل في الاطفال. الكاردياك انزايمز بتاعيتنا زي اه انا ما عرفش تحت الادلت ولا عرف تحت الاطفال. بس هي قصة لما لاقي ان الرقم عالي جدا 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 عن 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 بفكر ان هو يكون كارديك انزايمز. اما اي تحصل في الاطفال او ممكن تحصل زي ما انا قلت في الاسئلة اللي فاتت دي. في حد كان بيسأل الوكال كاردياك. الوكال المسل ريلاكس انت تستخدم في الشسبين. اه تستخدم. السيكل شست بين برزنتيشن. ياس كيميا. هي حتى اسموه اكيوت كورينر سندرو. السيكلينج بيعمل لي سيكل ماس والسيكل ماس بتخش جود كورينر تقفله. فها بالزبط زي الشيست بين اللي بيحصل بسبب المياكورديا الاسيكيميا. الكوستوكندريتس بيبقى معاه اللي هي الكوستوكندريتس. فيفر وانوريكسيا وهيدك وما يلجع وما ليس. بينما تيسسندروم هو بينفل موفمنت في الشيست بين وتندرس. وكمان الان احباب من كل ده وهي الاكتر. وضوحا ان تيسس صندروميو عماس 1-2 سنتي بينما الكورستوكوندراء تسمحوش ماسز رفرت بين المرارة مثلا طفل كبير شوية اللي هو اتناشر سنة تلاتاشر سنة وعنده كوليسستايتس تعملي شست بين لان هو نفس النيرفات يتسمع في الكلافك لقاه بس تاخد ممكن تسرح لقدام كمان مش بس كده البانكرياتايتس والرفلاكس الاتنين دول كل ده كل ده يعملي شست بين وهو ريفيرد مش الارجن بتاعه من الشست اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا الموضوع النهاردة بسيط وصغير فعشان كده ايه الوقت جير بسرعة الكونكلوجن بتاعنا في العيانين دول ان احنا الشست بين عشان تشوفه انت لازم تفكر في الاسباب المتاحة قدامك قدام الطفل ولازم تدور على الاسباب الكمون وفي الاخر تستبعد الريد فلاكس دي ضرورة قصوى ولازم تبقى عارف ان الريد فلاكس دي هي اللي هتدخلك على حاجات الكارديولوجي لما تستبعد كل ده هتلاقي نفسك قدرت تتوصل الطفل اللي جايلك بشست بين لبر الامان من غير ما تلاقي ان انت مزد منك اي حاجة المرة دي الحلقة الصغيرة ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون اطول سنة بس هي برضو عن موضوع صغير بس موضوع بقى ايه حيوي جدا انا وهو السينكوب المرة الجاية ده هنتكلم فيه وحيبقى معها فوزير عن حاجات تاعت الشست بين يا رب تكون الحلقة دي كانت لطيفة وظريفة ووصلت لكم المعلومة المفروض تبصل لكم في الحاجات اللي هي سهلة جدا نشوفها وفي نفس الوقت سهلة جدا ان انت تمس حاجة قوية جدا منها نشوفكم على خير ويا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال ان شاء الله شكرا جديدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة